اشتركوا في القناة اليوم او الان موجود في منزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق رح يمكت القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 11 و37 دقيقة من مساء هذه الليلة الهلالة الاثنين لها ينتقل بعدها لمنزلة سعد الأخبية يعني طول يوم الثلاثاء القمر في منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر موجود في برج الدلو اليوم في عنا خلو مسار خلو المسار هذا يعتبر الأطول خلال هذا الشهر والشهر شهر واحد وشهر اثنين اللي هو تقريبا 24 ساعة اليوم رح يبدأ طبعا القمر موجود في الدلو زي ما حكينا فعشان هيك بيأثر علينا وعلى جميع الأبراج وجود القمر في برج الدلو منشعر اننا بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة كبشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي في هاي الفترة أفضل الأوقات لتعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو تجميل خفيف شغل مثلا اللي بدهم يعملوا بوتوكس أو تنظيف بشرة أو أشياء من هذا القبيل جيد هذا اليوم لشراء أجهزة إلكترونية مثل تلفزيون كمبيوتر تلفون أشياء من هذا القبيل إلا في فترة خلو المسار طبعا وبرضو هذا اليوم جيد لها تجربة طعام جديد أما بالنسبة للزوايا البطيئة فاليوم عندنا زاويتين جداد دخلوا على الحسابات الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي ذروتها يوم 4-2 ولكن ببدأ تأثيرها من اليوم لغاية يوم 9-2 هاي الزاوية بتخلق جو من التسامح وممكن أن نتسامح مع بعض الأخطاء أو أشخاص يخطؤوا بحقنا ونمد يد العون لهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن خطأ ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية شوي هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهي ذروتها يوم 4-2 ولكن راح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 9-2 بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها أن نبدل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها وبتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعة الثقيلة والضرابات في البورصة فهذا شوي بأثر على الأشخاص اللي يشتغلوا في البورصة أنه الفترة من اليوم لغاية 9-2 بدهم ينتبهوا بشكل جيد لأنه البورصة بتصير إما صعود أو نزول بشكل مفاجئ وبرضو بتدل على قلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وأعمال المناجم وتضييق الخناق الأمني على الشعب في بعض المسائل كما بزيد نفوذ المحافظين والتطرف والتصعب والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاويتين اللي مازالوا موجودين تأثيراتهم يعني اليوم في آخر زاوية تأثيرها اليوم اللي هي زاوية الاقتران السلبية بين عطارد وبلوتو فهي تأثيراتها اليوم بس يعني هي لها أيام ولكن اليوم آخر يوم لا إلها هاي تدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادنا وبتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب أو شرين القلب شوي أوضاعهم بصير فيها نوع من أنواع الصعوبة تعمل حوادث عن طريق النيران طبعا هاي إلها تأثيرات برضو على أمور إلها علاقة عن كشف معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وفي احتمال لوقوع أمور إلها علاقة بالزلازل والعواصف وأمور الحرائق كمان أما بالنسبة للزاوية اللي برضو إلها تأثيرات الأخرى اللي هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي حكينا أنه مستمرة لغاية يوم ثلاثة اثنين هاي اللي بتخلي بعض الأشخاص يتمردوا ويتصرفوا دون اكتراث للعواقب وبيتمرد بعض الأبناء على أهليهم وغالبا في هاي الفترة بتحدث أمور الهلاقة بالثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات يعني عادة إلا يصير حدث من هاي الأحداث في فترة تكون هاي الزاوية وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال إضرابات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بتدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات أو حوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة لآخر زاوية وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزخرة وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين هاي زاوية بمعنها إيجابية فهي بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم واللي إلها علاقة بالقمر يعني ذروتها اليوم أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي تقريبا بتكون ذروتها الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من منتصف الليل لغاية تقريبا ساعات منتصف النهار بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر والشمس وبما أنه اقتران يعني ولادة العلال أو ولاد القمر الجديد وهذه الزاوية رح تكون في تمام الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هذه الزاوية برضو تأثيراتها من منتصف الليل لغايد تقريبا ساعات العصر فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 ودقيقة قبل الظهر هي آخر زاوية خلال هذا اليوم طبعا تأثيرات هاي زاوية من ساعات الفجر تقريبا لغاية ساعات المساء من واجه مصاعب وعراقيلة بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 11 ودقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينتش بيبدأ عنا كله المسار كله المسار هذا رح يستمر حتى قبل ظهر يوم الأربعة الساعة 10 و59 دقيقة قبل الظهر يعني بمعنى عنا كله المسار رح يمتد من اليوم لغاية بكرة بتقريبا مدة 24 ساعة هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل كله المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي هي بتطلب منها عناية إضافية بطة الساق والكاحل والساق نفسه وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا هذا يوم مناسب لإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل غير مناسب لعمليات التجميل اللي هي بتطلب نوع من أنواع الجراحات أو الحقن في أماكن يعني حساسة أو تطلب دقة أكبر هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد طبعا هذا آخر يوم يصلح لهذا الأمر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن ما زالت الأمور لا تصلح للقص العلاجي بس اليوم ابتداء من بكرة بتتغير الأجواء أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم مناسب ما في أي مشاكل على هذا الموضوع رغم أن القمر منتحس فهذا شوي بيعمل بعض الأعراض الجانبية مثل الحرارة أو مثل آلام مكان اللقاح فعشان هيك يفضل أخذ بندول أو برس تمول لمدة حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام وبيبي أسبرين كمميع دم بتاخذ لمدة ثلاث أيام كل يوم حبة إذا كان في آلام موجودة مكان اللقاح فممكن فوسدين ينحط عليها لهود دهون كريم إذا احتاج الأمر لأكثر من هيك مراجعة طبيب على اساس أنه يكتب أنتي هستامين أو هستامين أدوية تحسس بيكون أفضل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال 29 يوم في تمام الساعة 6 و16 دقيقة صباحا بيصير يومين لأنه سرعة القمر بتأهل أنه القمر يدخل باليوم الثاني لأنه هذا الشهر 29 يوم قمري والآن دخل على يومين مباشرة فعشان هيك نسبة الإضاءة اليوم صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحسه بنسبة 10% القمر في الدلو حتى يوم 2-2 منتحس بنسبة 50% عطارد في الجدي متراجع حتى يوم 4-2 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10.05 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4.06 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثورة حتى يوم 24.08 سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوت حتى يوم 28.06 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي حتى يوم 29.04 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود بأول منزل اليه المنزل 11 او البيت 11 اللي هو العلاقة بالنشاطات الاجتماعية وممكن تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل او مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينك وبين الزملاء او الاصدقاء او الجيران اهم اشي انك ما تبقى وحيد حاول انك تخرج للقاء الناس في منكو اشخاص ممكن يهتم لبعض الامور الصحية خلال هذا اليوم الا اهم منكو تحاولوا تنجزوا كل الاعمال الضرورية والمهمة كانو بكرة رح القمر ينتقل للحوت يعني بيت متاعبكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور القمر موجود في بيت السمعة وبيت العمل فهذا بيركز على اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين وهذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اهم شي انك اليوم تقدم افضل ما عندك ممكن اليوم تحقق انجاز او تحرز تقدم وهذا الشي رح يكون مفاجئ بالنسبة لايلك اهم شي انك تلتزم بالامور هاي ولكن برضو من ناحية سلبية ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية والشخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسؤولية فهاي تعتبر فترة من الفترات الصعبة اللي بتكون بحاجة للمتابعة ومحاجة لضبط العصاب برج الجوزاء بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة او ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من عباكم وتعزيز العلاقة معهم الواء الاجواء جيدة وايجابية جدا بالنسبة لايلكم لانه هذا البيت التاسع ولكن ما في فترة دخلوا المسار بتكون تنتبهوا اثناء تنقلاتكم وما تعتمدوا على الحضوض كثيرة فممكن اليوم تلتقي بوجوه واراء وثقافات مختلفة اجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شي جميل ممكن اليوم تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي تعتبر فترة مثمرة على جميع الاصعدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الثامن وهو بيت الاموال المشتركة فعشان هيك اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة طبعا اليوم ما بناسبك اطالة الخلاف والزعل حاول لتسريع او تقريب وجهات النظر باستطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن اليوم تناقش موضوع بيتعلق اما بارث او موضوع مالي او موضوع بتعلق بصحة احد افراد العائلة او المقربين لا اليك برج الاسد ابترغبوا اليوم في تعزيز شراكاتكم القمر طبعا مقابلكم تماما هو على جهتين ايجابي وسلبي في نفس اللحظة فعشان هيك اليوم تعزيز الشراكات جيد المصالحات برضو ممتاز وممكن اليوم القيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني اهم اشي من ناحية سلبية حاولوا انك ما تنفعلوا وحاولوا اللضاءة على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب بردة وحاول انك ما تتسرع في اتخاذ القرارات طبعا الاهم من هذا كله انتبه لصحتك لان الطافة بتكون ضعيفة جدا بالفترة هاي والعصبية بدها تكون بردة زي ما حكينا برج العذراء طبعا بالنسبة لما وليد برج العذراء القمر موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالصحة والعلاقة بالعمل فعشان هيك من ناحية العمل اليوم تجدوا انه الاعمال بلشت تتراكم عندكم تدريجيا فحاولوا انكم تنجزوا اللي بتقدروا عليه او اللي بوسعكم تنجازوا دون المبالغة في ذلك وبرضو من ناحية صحية بدكوا تنتبهوا لاغذاءكم وراحتكم حاولوا انكم ما تسمحوا للواجبات بانها تتزامن مع بعض يعني يصير اكثر من عمل في نفس الوقت لانه ممكن ما تقدروا تنجزوها وتتراكم الاعمال فعشان هيك بدك تحاول انك تكون اكثر تنظيما وتحسن ادارة الوقت اتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي خذ قصة من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان القمر اليوم موجود في البيت الخامس استقر تماما فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم هذه الفترة تعتبر فترة مثمرة ايجابية بتستعيد اشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر والجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك اليوم المبادرة باي امر لان الظروف ملائمة برضو للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات اذا كان فيه اشياء كانت صعبة في الايام الماضية وما قدرت تنجزها اليوم تقدر تراجع هذا الموضوع او تتكرر بالمحاولة مرة اخرى فممكن اليوم تحقق متائل جيدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب القمر موجود في البيت الرابع اللي هو له علاقة بالبيت بالعائلة فعشان هيك بتحتل الامور البيتية والعائلية القصة الاكبر من تفكيركم ممكن اليوم تجدوا تعاون من احد افراد العائلة او يعني تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية او غيرها حاول انك ما تفقد الاتزان وثقة الاحبة ممكن تقلق بشأن صحة احد افراد العائلة او ربما مسألة شخصية او مصاريف اضافية الاهم انك تنتبه على الامور العائلية بشكل كبير يعني زي ما حكينا بدهضفت اعصاب وفي نفس اللحظة الاهتمام بصحة احد افراد العائلة او حتى صحتك ومعض الاعطال اللي ممكن تظهر على المستوى البيتي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس القمر موجود في البيت الثالث فعشان هيك هذا بيت جيد للكم مناسب جدا فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم اشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار اليوم انت بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة ممكن اليوم تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات الاجواء جيدة ولكن في فترة خلو المسار بدك تنتبه اثناء قيادتك لسيارة على الشوارع المفتوحة وبرضو اللي عندهم امتحانات في فترة خلو المسار يعني بدهم ينتبهوا ويدققوا ما يعتمدوا على الحضود وباقي الامور جيدة جدا على كل المستويات برج الجديد تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتحذروا من اي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي اهم اشيانكم ما تتسرعوا بتوظيف الاموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهم اشي انك تتفاعل الاجواء جيدة على المستوى المالي فعشان هيك اليوم ممكن تحصلوا مكاسب او هدية او دعم معين او يعني تنشغلوا ببعض الترتيبات المالية او سداد بعض الفواتير او ترتيب وضع مالي معين اهم شي زي ما حكينا عشان خلوه مسار يعني اضبط مصاريفك بشكل جيد برج الحوت بتبدأ اليوم فترة افضل من سابقتها لانه القمر خلص وصل لعندكم وفرد نوره تقريبا على كل البرج فعشان هيك اليوم اللي بعيدلكم نشاطكم المفقود اكثر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعد من مركزكم الاجتماعي وبارضي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم اليوم التحلي بالحكمة وواقعية الامور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر لاجواء جيدة وداعمة للك ولكن في ساعات ما بعد الظهر ضبط الاعصاب مطلوب من العصبية او ردات الفعل اللي شوي ممكن تفقد السيطرة على عصابك فيها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت للأسف يعني فترة وجود القمر في بيت المتاعب فهاي فترة متعبة والقمر رح يظل موجود في بيت المتاعب لغاية يعني ظهر يوم الغد فعشان هيك اليوم بسيطر التعب عليكم وهذا بدكوا تحاولوا تنظيم اموركم المحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف الامور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير او من سوء تفاهم او التباس بدك تحاذر من البدء باي شيء جديد وحاول انه ما تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم امورك وضاعف مجهودك للعمل الروتيني وبرضو اهم اشي تنتبه لا امورك الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء للمشاهدة اترككم في رعايةPL استغف Milkyح CHAZ شكرا